المهمة بقى نرجع لفيرمل ونظار إلى رأسته المختلفة تماما لأن المرة دي مش الفارس هو اللي تقدم للأميرة عشان يرقص معها لأ الأميرة هي اللي تقدمت للفارس فيرمل طلبت من نظار أنه هو يرقص معها قدام كل الناس واقفت نظار مزهول ووشه أحمر وفيدر سيكت استغربت فيرمل وقربت منه وسألته لو هو تعبان لأنها عرفت أنه هو جاله معلم فن مبارزة جديد وكمان هو سيد سيف فممكن يكون المعلم أجهده بس رد عليها نظار أنه هو كويس ومش تعبان ولا حاجة هو بس السراحة شوية وقال لها لو ممكن أنه هو اللي يطلب منها أنها ترقص معاه ومديلها إيده وقال لها أنه كان عايز يطلب منها الرأس الأول بس هي فجأة ظهرت قدامه كسفان قوي فيلم لدي ومش صبورة خالص بس فعلا قابلت الرأسة معاه وهي بتفكر أنه هو تغير وبقى هو كمان مش طفل قايت له هو ما بيرقصه أنه ما فيش حاجة ما بيعرفش يعملها حتى الرأس هو كويس فيه رجعت لكم ببارت جديد بعد ما دبست فيلم لنفسها في خطاب يوم التأسيس يلا بينا نكمل رجعت فيلم لغرفتها وبدأت أنها تحضر للخطاب وبقت عايزة أنها تاخدها كفرصة لأن اللي في القصر ما بقوش يتجهلوها زي زمان وفي نفس الوقت اتغير وجهة نظر الشعب عنها اللي كان شايفها دايما أنها أميرة مش نطجة وكمان خططت أنه لو الخطاب بقى ناجح هتطلب من الإمبراطور أنه هو يديها الخاتب وفعلا اتشجعت وبدأت تكتب الخطاب وعد أيام وجه يوم التأسيس الوطني اتوترت لما لقيت أنه فينات كثيرة قوي أكتر من اللي هي كانت متوقعه جهنا ظهره مع ورد مخبي ورد ظهره وقرب منها وسأله يا ليه بشرتها شحب قوي كده قالتلي أنه هو بسبب أنها متوترة حاول يقول لها حاجة تقلم من توطرها ويديها الورد بس قبل ما يعمل كده جه حارس وقال لها أنه هو جه وقت الخطاب وراحت جنب الملك وهي رفع رأسها وبتفكر أنه هو جه لوقت عشان تغير شرطها أخيرا وتظهر نفسها كواريسة بس اللي ما تعرفوش أنها قدام الناس كانت عاملة زي الروبوت وكلهم عارفين أنها متوترة بدأت تلك الخطاب بس لقت المكبر بويز اتوترت بس حاول نظار أنه هو يلاقي مكبر تاني بس المكبر ده كان مصنوع مخصوص عشانها فمعرفش أنه هو يعمل حاجة لما الشعب لقى أنها مش بتتكلم بدأ الناس يشككوا فيها ويقولوا أن الخطاب ده كان كتير قوي عليها اتوترت ومبقيتش عرفها تعمل إيه وخافت أنه رفضل كده كل حاجة تتضمر بس في الوقت ده شالها الملك وقال لها أنها تستخدم المايك بتاعه اتكسفت لأنه هو شالها ومش عايزة الناس تشوفها لأنها لسه طفلة وكل ده طبعا بسبب أنه هو متعود أنه هو يشيلها فبقى بيشيلها كعادة من غير ما ياخد بار من الموقف لما لقاها سكتة قال لها أنها تبدأ في الخطاب بتاح وفعلا بدأت تلك الخطاب والناس مستغربين من الواقع بين فيلمين والملك وبيقول أنها عكس الشقيعات خالص وواضح أن الملك وهي قريبين من بعض فعشان كده مش منطق أنه هو يخلي الخليفة حد غيرها قلقت فيلمين الخطاب وخلصت الاحتفال وراحت مع الملك وكلم مع بعض قال لها أنها قلقت خطاب كويس جدا وسألها إن كانت كويسة وهي بتقضي الوقت معاه لأنها متعودة دايما أنها تقضي يوم التأسيس مع نظار وافتكر ساعتها حالة نظار وهو محبط لأنه هو معرفش يديها الورد ومعرفش كمان أنه هو يقعد معاها بس ردت فيلمين أنها هيستكل معاه هو النهار ده ده دير أنها أساسا ما كانتش وعده نظار بأي حاجة وطلبت من الملك خاتم الشعرة كمكافأة لأنها قلقت الخطاب كويس بس هو رفض وقال لها أنه لسه بدري عليها ولما شافها أنها أحبطت من كلامه كمل وقال لها أنه هو رفض دلوقتي بس بس هيدهولها لما تكبر وتوصل لسن الرجد لأن الخاتم بيجهد جسم المستخدم لما يكون صغير دايقت فيلمين لأنه ده وقته متأخر جدا لأنه لما توصل لسن الرجد حكون ظهرت إلينسي أساسا مش هتعرف تغرب ساعتها قلت له أنه ده كده وقت متأخر قوي استغرب هي محتاجة قوي كده ليت خاتم بس قالت له أنه هو رمز الوريس الشرعي بس برضو رفض اتعصبت فيلمين وقالت له أنه هو لو مدها لهاش دلوقتي هي مش عايزة أي حاجة تانية كمكافأة بس حسنت أنها كده تعصبت بزيادة قوي لأن كده خطة هربها بقت مستحيلة من غير الخاتم بس برضو طريقتها دي ممكن تفسد العلاقة بينهم والثقة اللي بانتها بالعافية قلت له أنها مش هتكبر أنه هو يديها حاجة لأنها عارفة من تعبيراته أنه باين كده كده أنه هو مش هديهولها رجعت فيلمين قدتها وهي متضايقة وعايزة تعيد حساباتها تاني وتلاقي خطة جديدة وهي بتفكر لقيت الكنتيسة جنبها وبتقول لها أن الملك عايزة تشرب مع الشي رفضت وقيت للكونتيسة أنها تقوله أنها تعبانة ومش هديطر تروح بس ردت عليها الكنتيسة أنه هو قال أنها هتقول كده أكيد وبيقول لها أنها لو ما جاتش حاجلها هو بس ردت عليها برضو أنها هتقوله أنها نايمة ومشيت الكنتيسة عشان تبلغ الملك نامت فيلمين وهي بتفكر أنها عايزة تنام ومتفكرش في أي حاجة وزا سمت صوت الباب الأودة بيتفتح افتقرت الكنتيسة تاني رجعت علشان تقنحها بس لقت الملك هو اللي بيناديها فجأت فيلمين بس مردتش وعملت نفسها نايمة قرب الملك وقال لها أنه عارف أنها مش نايمة ولا حاجة هي بس مش عايزة تقعد معي وقال لها أنه مش عارف هي ليه عايزة الخاتم أوي كده وأنها حتى من غير الخاتم هي الوريسة بتاعته وما حدش يقدر يقول غير كده بس لو هي عايزة الخاتم أوي كده هو مش هيستنى لحد سن الرجد وهيدهولها بعد ثلاث سنين لما يبقى عندها 15 سنة قامت فيلمين بسرعة ونسيت أنها كابت تظهر بالنوم وقيت له هي مبسوطة بجد هتدهولي ولما قال لها أوه هيدهولها حضنته جامت وقيت له أبي أنت الأفضل وقف مزهول ومش عارف هي أمي لإيه ولما استوعبت الموقف أخدت بالها أنها من الفرح حضنته بعدت بسرعة وعملت نفسها ما عملتش حاجة لحد ما تصل للخمستاشر وهو بيبتسم ومبسوط وعدت الأيام لحد ما عدت ثلاث سنين وبقى عندها الخمستاشر سنة وجيه وقت حفل الترسيم بتاعها المفروض أن حفل الترسيم ده بيتم في سنة الستاشر بس بسبب اختفاء المركزة إلوس عن العالم الاجتماعي بعد تهديد الملك لها ساعتها واللي هي كانت أساساً بتقود العالم الاجتماعي بقى لازم حد تاني يمليعها الملكة علشان يحل محلها جهزت فيروميل بس كانت متوترة جداً لأنها مش عايزة تدخل قوي في موضوع العالم الاجتماعي ده فرفست فستانها دي شوية عشان محدش راحزها قوي وما تكونش يعني في قلب الحدث وكمان يتقال عليها أنها متوضع بعدما جهزت فيروميل راحت للملك عشان تدخل مع الحفلة في نفس الوقت ده جوا الحفلة كان نظر واقف في الحفلة الوحد ومستني فيروميل قربت منه سيدات وفضلوا يمتحوا سمته وقالوا له أنه المفروض هيكون شريك الرأسي الأول للأميرة النهاردة بما أنه طبعاً خطبها وأكيد الشائعة اللي بتقول أن الشخص اللي بترقص معي أول رأسة ليك هتتجوزه أكيد هتحقق معهم بس هم بيتكلموا دخلت فيروميل والملك وحييهم أنه بلق شفته فيروميل أنه هو واقف لوحده فقالت للملك أنها هتروح له عشان تقوم بأول رأسة معي تدقيق الملك وبص النظر بحده وقال لفروميل أنها ما تصدقش الخرافة المنتشرة بأنك هتتجوز شريك رأسك الأول ومتشغلش بها خالص بالخرافات دي دي حكت فيروميل وقالت له أنها عارفة كويس قوي أنها خرافة ومش مصدقها كمان وراحت لنظارة عشان أول رأسة ليهم والنبلاء عملين يقولوا أنها جميلة جداً وآنيقة ونظر وسيم جداً وأكيد هيكون زوج كويس لها وأكيد الملك برضو حبه جداً وبصوا كلهم للملك لها قوموا تعصب جداً وبصص النظار بحده ساعتها قرى أنه بلاء المشهد وسيكتوا كلهم ووطلوا الكلمة عن النظار المهمة بقى نرجع لفروميل ونظار إلى رأسته المختلفة تماماً لأن المرة دي مش الفارس هو اللي تقدم للأميرة عشان يرقص معها لأ الأميرة هي اللي تقدمت للفارس فروميل طلبت من النظار أنه يرقص معها قدام كل الناس وقفت نظار مزهول ووشه أحمر وفضل سيكت استغربت فروميل وقربت منه وسألته لو هو تعبان لأنها عرفت أنه هو جاله معلم فن مبارزة جديد وكمان هو سيد سيف فممكن يكون المعلم أجهده بس رد عليها نظار أنه هو كويس ومش تعبان ولا حاجة هو بس سراح شوية وقال لها لو ممكن أنه هو اللي يطلب منها أنها ترقص معها ومدلها إيده وقال لها أنه كان عايز يطلب منها الرأس الأول بس هي فجأة ظهرت قدامه كسفان قوي فروميل دي ومش صبورة خالص بس فعلا قابلت الرأس معاه وهي بتفكر أنه هو تغير وبقى هو كمان مش طفل قاعت له هو ما بيرقصه أنه هو ما فيش حاجة ما بيعرفش يعملها حتى الرأس هو كويس فيه بس رد عليها أنه هو تضرب كتير قوي عشاني اليوم ده وقربها منه وقال لها سيبيلي نفسك خالص كسفت فروميل من تصرفه بس فكرت أنها ما يفعش تسيب نفسها تتأثر لأنها لحد ما تمشي من مكان ده لازم تلعب دور بديل إلنسية بس وانتهت حفلة الترسيم وزادت مسئولياتها وبقت مشغولة جدا بقت بتاخد دروس أكتر وتعرف أكتر عن الأخبار والسياسة وبقت كمان مسئولة عن جمع المعلومات في الأوساط الاجتماعية وتبلغ المعلومات دي للملك لحد ما وصل اليوم عيد ميلادها الخمس لاشر وزي ما وعدها الملك إدها خاتم اللي لها بالأحمر كهدية وقال لها أنه فضل محتفظ بالخاتم ده ومدهو الهاش عشان هي ما عندهاش كواه مقدسة بس دلوقتي كبرت وما بقاش خطر عليها قوي بس بوردو لازم أنها تستخدمه بعناية ولبسها الخاتم وقال لها أنها لازم تدرك دايما أنها الخليفة الوحيدة بتاعته فرحت فيلمين أنها أخيرا أخذت الخاتم ورجعت ورفيتها عشان تشوفها تعمل إيه بس أدراكت أن ده لسه مش وقت ظهور إلنسية ولو مشت دلوقتي وهي معروفة أنها الأميرة هيقلبوا عليها الدنيا ويرجعوها داني فلازم أنها تلاقي إلنسية الأول بس لما فتحت الكتاب ما عرفتش هي مكانها فين بالزبط الرواية بتقول أنها غالبا كان بتحب تزور بحيرة أوتينا عشان ترعب فيها فده معناه أنها موجودة في المحدة بعدها بقرية أو قريتين وفعلا فيلمين كانت بتزور البحيرة دي الفترة اللي فاتت كتير عشان تلاقي إلنسية عشان أول ما تلاقيها تاخد الخاتم وتمشي على طول بس مع الأسف ما عرفتش تلاقيها المفروض في الرواية أن والدة فيلمين الحقيقية بعد سنة هتجيب إلنسية وتعترف بالغلط اللي عملته أنها بدلت البنتين واعتعمل كل ده طبعا عشان حاسد بالزن باتجاه إلنسية الطيبة بس مع ذلك إلي المفروض هي مامتها الحقيقية؟ ما فكرتش في مواقف فيلمين لما الحقيقة تظهر طردت فيلمين للأفكار المحبطة دي وقالت أنها لازم تلاقي طريقة تانية عشان تلاقي إلنسية وتسلمها الملك إيد بإيد ساعتها لما تهرب ممكن يسيبها وما يدورش عليها عدت الأيام وفيلمين قربت على سنة 16 سنة وفيهم حضرت حفلة اجتماعية حضر فيها النبلاء اللي في سنها اللي كان طبعا النظر منهم حضرت الحفلة وجالها الفتيات النبلية يحيوها ويتكلموا معاها ونظر بصص عليها من بعيد وشايفهم هما بيتكلموا ومركز معها جدا جيه صاحبه وقال له أنت مركز مع مين قوي كده ولما لقاه بصص على فيلمين اللي هو أنت اشتقت ليها بعد ما رأست معك وفيلم يهزر معاه وسأله هيفضل يبص كده من بعيد من جر ما يتكلم بس أنكر نظار وقال إنه هو رأس معها السنة اللي فاتت يعني إش مكتفي بالنظر بس من بعيد اكتري عليه صاحبه لأنه هو أمر طبيعي طبعا إنه هو يرأس معها لأنه خطبها في الوقت ده لحظة فيلمين نظرة نظار وسلمت عليم من بعيد يعني عملت له باي باي ده حك صاحبه إن كلامه مختلف تماما عن تعبيرات وشه المفضوحة لأنه مجرد ما شاورت له فيلمين وشه حمر حب صاحبه ينرفزه وسأله لو فيلمين رأست مع شباب تانين ولما لقى نظرة تعصب قالوا أنت قد قل من إيه كده كده إنت اللي هتبقى جلسة وهم بيتكلموا دخل الملك القاع عشان ياخدها ويرجعوا البيت مع بعض حيهوا النبلاء ومشي هو فيلمين والنبلاء أعمالين يتكلموا على قرب الملك من الأميرة ومجرد ما مشي الملك ومع فيلمين مشي نظار وقال إنه ما فيه السبب بيخليه يعد أكتر من كده رغم إن الحفلة أساسا لسا في بدايتها وفيلمين والملك راجعين في العربة قال لها إن حفلة عيد ملدها 16 قربت وسألها على الهدية اللي هي عايزيها طبعا فيلمل في الأول قالت له إن الخاتم اللي هو أده لها سنة اللي فاتت كفاية أو بالنسبة لها بس طبعا كانت عارفة إنه هو حيسر عليها وفعلا عمل زي هي متوقعت وطلبت منه ساعتها إنه هو يروح معاها بحيرة قتينة ويقضر ربيع في الأصر اللي هناك لإنها شايفت منظر جميل جدا وعايزة توريه له هي طبعا خططت لده كله علشان أخيرا لايت إلنسيا وعايزة يعرف بوجودها المهم إن الملك وافق بعد ما استغرب شوية إنها عايزة سافر معي بس يفتكر إن يوم عيد ملدها في اجتماع مهم فقيت له إنه هو مش مهم يروحه اليوم اللي بعده فكرت إنها كده كده مكايتش مخططة يروح يوم عيد ملدها يعني لإن يوم عيد ملدها هو نفس يوم وفاة الملكة إيزابيلا بس هو اعترض وقال إنه هيعمل الاجتماع في الأصر اللي عند البحيرة وكده هيقضي عيد ملدها معاها زي ما اتفقوا اندهشت فيلم اللي إنه هو أصر على إن يوم عيد ملدها بالذات هو اللي هم هيقضوا مع بعض عكس ما كانت متوقعة رجعت فيلم لغرفتها ورجعت تحضراتها للهروب لإن الوقت خلاص قرب جدا رجعت الفلوس المخبياها وكتاب النبوء اللي غلفته وإنه خلاص مجرد ما يروح عند قتينة حتخليه يشوف إلنسيا وساعتها دورها هينتهي كأميرة أخيرا بعد ما عيشت تور السنين دي بتعمل كل حاجة عكس فيلم اللي في الكتاب مش مصرفة وهدية وآنيقة والأهم من ده كله عايشت زي الفور الميت زي ما كان وريدها الملك كان بيتمنى وعلى الرغم إن حياتها ما كانتش أفضل حاجة بس الكتاب وريها الجانب المش مرئي من حياة اللي اتنين سواء الملك اللي كان مأهور بعد ما ماتت إيزابيلا الملكة أو إلنسيا اللي كانت فاكرها عايشة سعيدة في مكانها مع مامتها بس في الحقيقة طفولتها ما اخترفتش كتير عنها هي كمان عاشت تعيسة بس خلاص جيه الوقت عشان كل حاجة تتعدل وكل واحد يرجع مكانه حتى لو حيفضل فيه نضب وجروح متبقية وفعلا رحت مع الملك لقتينا ومعهم كمان النبلاء اللي منهم نظار وقبل يوم من حفلة عيد منادها كانت وقفة عند البحيرة في القصر وبتقرب من البحيرة عشان تدمسها بس جيه نظار من وراها وقال لها إنه هيكون خطير لو قربت أكتر من كده اندهشت من وجوده وقعت له إنه هو ما يخافش إنها وغدبلها وعرضت عليه يشوفه منظر البحيرة مع بعض قال لها إنه هو ما كانش قاصد يقطع وقتها بس هو كان عايز يشرب الشاي معيها بس رفضت وقعت له إنها لسه شرب الشاي مع الملك وبصت حواليها وقعت نبيلات بصين على النظار شورت عليهم وقعت له إنه هو محتاجي دور الحد تاني يشرب مع الشاي بس رفض وقال لها إنه هو عايز يشرب الشاي معيها وما إنها شابعت فخلاص يشربه في مرة تانية لما لقيته الدايق ما فهمتش هو الدايق ليه ولا هو ندمان لأنه شايف نفسه ومش قايم بدول الخطيب كويس بس كده كده ما شغلتش بالهق لأنها عارفة أن أول ما تظهر إدين سياح يكون رفقها المثالي وعدت من جنبه عشي ترجع لأصر لما لقاها ماشي حاول يفتح معها أي حوار وقال لها أن البحيرة جميلة جدا وهو دلوقتي فاهم هي ليه بتحب تزور أول مكان ده وأنه من النهاردة هيحب المكان ده قوي طبعا إحنا هنا نقول للأخ نظار جاريتك فضلت ساكت لأنك بدل ما تحل الدنيا عكتها أكتر لما سمعت كلامه فكرت أنها ما كانتش بتحب تيجي هنا عشان تستمتع بالبحيرة هيكاد بس تيجي عشان تدور على الإلانسيا وأكيد يعني بعد كده هو هيحب فعلا المكان ده عشان هيشوف في الإلانسيا لأول مرة المهم إنها ما ردتش عليه ومشيت وهو فضل واقف ومتدايق من العلاقة اللي بينهم ولأنه مش عارف يقرب منها رجعت القصر ولقيت الملك مستنيها وقدامه تورتة كبيرة وبيقول لها تعالي استمتاعي قالت وهي محرجة لأنه هو بصص عليها ومركز معيها وهو أساسا مفروض دلوقتي عنده شغل ادها هدية وقال لها أنه هو ما كانش عايز يدها لها بكرة في عيد مرادها عشان ما كان ساعتها يكون صحما جدا فتحت فيلمر الهدية لقيت نموذك مزخر من سفينة مصنوعة من الذهب قال لها ندي نموذك بس بس السفينة الحقيقية لسه بتتصنع وهذا أخد وقت طويل مسكت فيلمر الناموذك وهي مزهولة لأنه على عكس الهدية اللي هي دايماً بتخطط لها ذي أول هدية هو يدها لها ده غير أنه هو ما ادها لهاش في يوم الميلاد اللي هو نفس يوم عيد ميلاد إلينسيا لا هو ادها لها في يوم عيد ميلادها الحقيقي هي عيد ميلادها قبل إلينسيا بيوم يعني بالنسبة لها احتفل بعيد ميلادها الحقيقي قال لها الملك عيد ميلاد 16 سايد اندهشت فيلمر مبقيتش عارفة ترد وبعد كده شكرته تاني يوم الصبح قبل الحفلة أخدت فيلمر للكونتيسة وقعت لها أنهما حيروحوا مكان وفعلاً وصلوا البيت بسيط استغربت الكونتيسة بس قاية لها فيلمر أنها عايز تتطمن على حال الشعب في المكان ده وهي بتتكلم لقيت واحدة بتقولهم أنهما شكلهم نبلاء وسألتهم محتاجين إيه بالزبط من بدها أول ما بصت عليها فتكرت كل أوصاف الرواية عيون زرقة وبشرة شبه اليشم الأبيض والأهم من ده كله إنها شبه الامبراطورة الراحلة إزابيلا أخيراً فيلمر لقيت الأميرة حقيقية ألينسيا هتمنى ملخص النهاردة يكون عجبكم استنوني في البارت الجاي مش هتأخر عليكم باي